صورة ايوه ننزل بالصورة دي الصورة دي وحكيته اي ومين ده ده شخص اسمه عبدالله الثاني ده ورئيس وزراء تميم حكومة قطر كان رئيس الوفد القطري في القمة الخليجية والعربية والإسلامية ثلاث قمم اللي عقدوا او عقدوا في مكة المكرمة وإحنا كنا موجودين هناك هذا الرجل جه قطريين بعتوه بعد وهقول لكم قطر شاركت ليه من الآخر يعني قطر شاركت بضغط أمريكي يعني قطر ما حضرتش القمم الثلاثة إلا لما أمريكا قالت لهم لازم تبقوا موجودين لازم تروحوا يعني أمريكا هي اللي بعتت قطر تحضر القمم الثلاثة رقم واحد رقم اثنين قطر انتو عارفين مكة المكرمة حضرتك في مكة المكرمة مكة المكرمة عارف يعني ايه مكة المكرمة عندك في هذا التوقيت موجودش مكة فبتعمل عمرة بتعتمر دعوة وفرصة كريمة دعوة من عند ربنا وفرصة كريمة انت في الرحابة الطاهرة هو واقف فيه فندق أحد الفنادق الكبيرة اللي مطل على الحرم فندق اللي جنب الأصر الملكي اللي جنبه على يمينه ده الأصر الملكي الأصر اللي كان فيه الصفة قصر الصفة اللي كان فيه القمم الثلاثة انعقدت فعبدالله الثاني واقف بيبص طبعا على المعتمرين وعلى الطائفين وعلى انها الديوف الرحمن يعني وهذا الرجل أبى أن يعتمر بيت الله كعبة المشرفة قدامه على بعد أمطار منه ومعملش عمرة رفض تخيلوا رفض يعمل عمرة اشترى الدنيا بالآخرة يعني عبدالله بن تاني اشترى تميم بالآخرة اللي هيقف قدام ربنا اللي وحده من غير تميم ومن غير فلوسه ومن غير أي حاجة يقف بعمله ده انت ربنا اداك في العشرة الأواخر في ليلة القدر في ليلة القدر ساعة استجابة يعني تعتمر وتشكر ربنا انه جابك الأماكن دي أصلا انك موجود في المكان ده أساسا ما خلو باركو المكان ده يعني مش مسموح يعني انك لا خالص ناس بتروح هناك ومتقدرش لا بيعتمر ولا بيحج زي عبدالله مهو عبدالله زي دول في ناس ربنا يعني بياخد على فكرة تأشيرة حج وتأشيرة عمرة وما بيقدرش لا يطوف ولا يطلع عرفات بتحصل بتحصل بقول لكم بتحصل فعبدالله خدت يعني موجود وقدام البيت الحرام وواقف ورفض انه يعتمر تاني فضيحة لو انت بتكلمني بقى عالدين واحنا بنتكلم عاللت القادر ونتكلم فضيلة امام بتكلم السيد الرئيس بتكلم واحنا بنتكلم اهو دين يا جماعة انت بتكلمني عن ايه بتكلمني عن عن حياتك ايه وتكلم عن دينك ولا دنياك بتختار الدين ولا بتختار الدنيا بتختار الاخر ولا بتختار النهاردة ان انا رئيس وزراء قطر ايه يعني قطر ايه يعني رئيس وزراء ما بكرة كله رايح كله رايح للمولى سبحانه وتعالى وهتتحاسب هتقوله عشان تمين منع حد يعتمر تمين منعك تعتمر رفضت العمرة رفضت تؤدي الواجب والفريضة والفرض رفضت التواف حول الكعبة المشرفة التواف حول البيت العتيق الساعي بين الصفة والمروة ووقف تتفرج على الناس وقدامك ربنا مديك ووصلك المكان يعني وصلني المكان يا عايز اقولكم واحنا في ليلة القادر بنصلي تلاتة مليون موجودين في مكة المكرمة تلاتة مليون بيصالوا ليلة القادر والترويح والتهج تلاتة مليون مش بكلمك على مفيش موضع لقدم في مكة المكرمة بالكامل مش الحرم الحرم وكل الشوارع وكل مكة بالكامل لأن مكة كلها حرم فكله بيصلي وراء الإمام بسم الله ما شاء الله والناس ربنا يكرمهم على قدر عالي من التنظيم شو بقول لك تلاتة مليون في هذه البقعة في هذه المنطقة بيصالوا في وقت واحد بيتحركوا في وقت واحد بيفطروا في وقت واحد بيتصحروا في وقت واحد يعني حضراتكم متخيلين ايه حجم العمل اللي بيتم ويجي عبدالله من آخر الدنيا وقدامه البيت الحرم والأشقاء في المملكة هيوفروله ويوفروله ناس ووفروله شيخ يقراله وحد يبقى مرافق معاه وتأمين ليه ما أسروش الناس والله والله ما أسروه ولكن أنا لما لاقي مسلم موجود يا جماعة في مكة المكرمة وما بيعتمرش جريمة أنا بتكلم على جريمة ارضي ربنا ما ترضيش الحاكم ارضي ربنا ارضي ربنا لا ما ترضيش الحاكم اعمل اللي تتحسب عليه في الآخرة طوف حول البيت العتيق يا مولانا معلموكش وابا عبدالله الثاني أن يطوب